في تصريح أريته لرئيس اتحاد الناشرين المصريين في حواره لجريدة الدستورة الأستاذ سعيد عبده أيل إيه بقى؟ 75% من دور النشر في طريقها للغلق بسبب كورونا واتحاد الناشرين العرب حذر من أنه 30% من دور النشر في طريقها للغلق بسبب كورونا ماذا عن مصر؟ الفكرة وده خبر خطير جدا ومن أين استقينا هذا الرقم؟ خلونا نعرف من صاحب هذا الرأي الأستاذ سعيد عبده اللي معايا دلوقتي على التليفون رئيس اتحاد الناشرين المصريين أستاذ سعيد مساء الخير مساء الخير يا دكتور يعني خبر لكل المثقفين يعني كبير وضخم وهام جدا هذا رأي أم دراسة؟ لا يا فنزم ده إيه؟ دي الحقيقة دراسة أو المخاطر اللي بتحيق بصنعة الناشر كان عندنا بعض تدعيات إنه هو كان معرض ما فقت أول المعارض اللي اتعرض لأو كان بعضاية الجائحة والحقيقة بنت المؤشرات بشكل خطير جدا بعد كده اتلغى أربع معارض يعني تونس اتلغى والكتب في الطريق يمكن كانت في نابولي الباخرة لكل معظم الدول العربية تقريبا الكتب راح اتلغى المعرض اتلغى معرض بغداد اتلغى حوالي أربع معارض وكتبنا معلقة لدى هذه الدول وبندفع مصرفات يعني دفعنا مصرفات شحن ومصرفات إيجار مخازن لهذه الكتب في نفس الوقت اللي اتلغى فيه المعارض الداخلية وحتى المكتبات معظم المكتبات بطور النشر وهي محدودة مش كتيرة في مصر للأسف اتقفلت ولجأنا لموضوع الديليبري انه والكتب الرقمية لكن للأسف هي لا تشكل بالنسبة لنا داخل طبعا عملت رقم وبدأت تشتغل ولكن هي لا تشكل يمكن من خمسة لعشر في المية متوسط الداخل للنشر اللي عنده كتب رقمية فالحقيقة خسائر قطاع النشر أو صناعة النشر في مصر تصل لعشرين مليون دولار الخسائر تصل لعشرين مليون دولار ما بين معارض خارجية ما بين تصدير طب أستاذ سعيد ماذا نحن فاعلون احنا الحقيقة توجهت للجاهات كتيرة منها وزارة الثقافة كان في استجابة ولكن يعني محدودة اقول لحضرتك يعني التعمل للاتحاد كان متوقف بالو خنفرش السنة رجالينا الدعم هو رقم بسيط جدا يعني ومئة وقمسين ألف كنين عندنا وحنا عندنا الف وخبسمين اتناشر عندنا حاجة تانية اللي هو وزارة التربية والتعليم فيه وزارة الثقافة كمان قالت انه ميزانية هيئة أصول الثقافة العام المالي الجديد هتبقى للناشرين المصرية طيب المبلغ محدود وانا مش حاول اقول الرقم انه رقم محدود برسو المشكلة انه عندنا وزارتين مهمين جدا طب كم من رقم انت قلت مئة وخمسين ألف من الثقافة ده دعم من الثقافة غير هيئة أصول الثقافة التابعة لوزارة الثقافة مبلغ يعني لن يزيد عن مليون جنيه اللي هي الميزانية الشراق طبعا ميزانية الشراق دي مليون جنيه عشان نوزحها او ان يشتري ديها من الناشرين طبعا حضرتك الحزبة المحروف على حوالي ألف ناشح حتى بلاش 1500 يعني لن تصل لرقم يعني رقم هزيل ما يمثلش مباعات خمس ايام في الجزء التاني وهو الأهم عندنا وزارتين مهمين جدا مش دعم انما ميزانية وزارة التربية والتعليم لتزويد المكتبات المدرسية وده اللي بيتفحها الحقيقة مش الوزارة اللي بيتفحها أولياء الأمور اتدائي وإعدادي وسنوي دي بتشكل 150 مليون جنيه للأسف بقالها أكتر من 600 يعني من خمس ست سنوات ما بيتزويدش المكتبات المدرسية طيب لماذا لا تتقدم بطلب للسيد وزير الترجمة قدمنا بطلب لمعالي الوزير وطلبت مقابلة وقابلت حتى في أحد المؤتمرات ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم ده حضرتك في استفادة من الجهتين أولا تزويد العنوين الجديدة للمكتبات المدرسية في المراحل الثلاث وفي نفس الوقت ضخ دماء جديدة مبلغ كبير يقدر في صناعة الناشر في هذه الظروف أنه نقدر الناشر يلتقد أنفاسه الكمل في عندنا وزارة الشباب والرياضة برضو بعد المعالي الوزير عندنا مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وهذه الوزارة لديها مبلغ كبير لو في ميزانية صح نزود مراكز الشباب ونساعد الشباب ليس الرياضة فقط ولكن بالكتاب طب أستاذ سعيد يعني واضح أن لديك خطة يعني أرجوك الخبر ده خطير جدا وأنه وتوجهت الموزير الصناعة كمان من خلال مندرك المفترم واللي بيصل لكل الناس بيصل لكل المسؤولين في الدولة بتوجه بطلب تفعيل هذه الأمور إحنا يعني الدولة والرئيس بيقول بيدعم كل الصناعات الصغيرة المتضررة من هذه الجائحة لا وأنا أدم صوتي لصوت حضرتك وبأناشد الجميع أن يلتفتوا لما يكون هناك تصريح من رئيس اتحاد النشرين المصرين أن 75% من دور النشر في طريقها للغلق نحن أمام كارثة في الإبداع يعني أمر مصر لا يمكن تقبله أفلوا فعلا فينا شيء فعلا كل شهر بيمر على الأقل عندك 10% بيخرج من السوق دي كلها شركات صغيرة ومتوسطة ومتنهيد صغر لا تستطيع أنها تستمر ليس لديه دخل فيه من أي جهة على الإطلاق طيب أستاذ سعيد احنا هنتابع مع حضرتك هذا الموضوع وكل المجهود اللي بتقوم به في هذا الشأن لأنه أمر أعتقد أنه في غاية الأهمية وبشكر حياتك شكرا جزيلا